السلام عليكم معكم إبراهيم اليوم سنتحدث عن الماركر الماركر هو أدات بها تعين حاجة في المونتاج يعني يدير علامة على لحظة معينة ولا على فترة معينة على هذا نستعملها بطريقتين طريقة أولى كي لديك لحظة في سيكونس تتعينها تعينها لكي ترجع لها ولا تستعملها بطريقة معينة توصل الكيرسير تتعين لهذه اللحظة وتكليكي على M الطريقة الثانية كي تريد تعين اللحظة في الكليب تاعك تروح للبداية انتحها وتدير M يتشكل لك ماركر تكليكي على Alt وتبقى مكليكي وتروح لها وتجبت حتى نهاية الفترة التي تريد تعينها دعونا نستعملوا هذه الماركر أولا نستعملهم إذا كان عندك فيديو صغير ربما ما يهمش لكن إذا كان الفيديو طويل والتايم لاين معمر والتنظيم هنا سيساعدك بزاف و سيساعدك أكثر إذا كنت تخدم مع واحد أخر ولا مجموعة دعونا نقولوا مثلا أنت راح تخدم المونتاج الأساسي و بعد كاين راح تسلم البروجيكت لشخص واحد أخر راح يخدم العناوين و كاين مثلا شخص ثالث يخدم أشياء أخرى مثلا كما VFX دعونا ندوم مثال في السيكوينس هذا نريد أن يخرج نكليك على M و بعد نزيد M نكتب الإسم و إذا أريد أن نزيد تعليق مثلا هنا نكتب اسم الشخص و نخير اللون المعين نقدر أنه يحدد المدة التي يبقى فيها و في هذه الحالة نجد الماركر كما رائع و إذا أريد أن نحدد المدة نكليك على ALT و نجبت حتى نصل إلى المدة المحددة هذا الماركر كما نقدر نديره في السيكوينس التاعي يعني في تايم ماين نقدر نديره فاني في الكليب و هنا نفضل يكون في الكليب باش إذا زدت حاجة في البداية يبقى في بلاستو المطلوبة مثلا في هذه البلاستة نبقى سبليت سكرين يبقى فيها المتنازلين مع بعض نصنع لها المكان التاحة و نزيد ماركر في التايم لاين و نكتب فيه سبليت سكرين و نزيد أدفايت ديزاين باش اللي يأتي من بعدي يخدمها و ليس شرطة تكون تخدمة ممكن تستخدم الماركر كذلك باش تعيين أماكن باش نرجع ليهم من بعد مثلا ندير هنا ماركر و نسميه قبل المباراة و بعد ندير ماركر نسميه الجولة واحد و نزيد ماركر لفترة الراحة و نزيد ماركر للجولة الثانية و نزيد فترة الراحة ثاني حاجة يقدروا يساعدون فيها الماركز هي التحرك في التايم لاين مثلا هنا رانم فيلمين بأربع كاميرات زوج سوني اي سيفن مارك ثري و واحدة سوني اي سيفن مارك تو و واحدة 200 د سيركبها في الجيم مول من بعد ندير كولور كوركشن باش نمشي بيناتهم الخف و نكون نبيينهم أول حاجة نبدأ الماركر بانل تسيبوه في ويندو ماركر بانل و بعد نبط بيناتهم غير بسهم في الكلافي الكيرسير يروح للمكان المحدد و نقدر نفيلتريهم بالألوان مثلا كي كنت نحدد في الماركز لو كان نخير لون محدد لكل كاميرا مثلا اللون الأحمر الـ 200 دي نكليك على هذا اللون في هذا البانل هنا يخرجوا لي غير هما و لاحظة ليس مربوط بالطريقة التي نخدم بها أولا كيفية طريقة تنظم البروجيكتين لك أنا أراني لديك الإمكانيات فقط ثالث حاجة يقدر يساعدك فيها الماركر هي مزامنة الصوت او الاوديو سينك مثلا في هذا الفيديو عندي الاوديو راح مسجل برا من الكاميرا يعني الاوديو هذا سجلته منفصل على الكاميرا باستعمال الميكروفون نروح للفيديو و نشوف بلاست الكلاب مثلا نحدد فيها ماركر و نعود نشوف الاوديو و نحوص على الكلاب و ندير ماركر و بهذا تقدر تسينكيهم بالخف تسينكيهم بالخف و ندير و ندير السلام عليكم و ندير او الاوديو و اخيرا و اخيرا و ليس اخيرا تستعمل هذا الماركر كي تكون رايح مثلا بطريقة edit to the beat و ما معناتها هذه هي تقص الفيديوهات على حساب الموسيقى و التغيرات في الريتم كيف تدير تجبض الاوديو متاعك و تسمع كل ما يتغير الريتم و تدير ماركر و من بعد تقص الفيديوهات انتواك على حساب الماركر اللي درتهم اللعنية إذن كان هذا فيديو حول الماركرز وكيفاش يقدروا يعاونوك ولا كيفاش تدير طريق الصراع لاروحك الوقت وكم ولاحظة كما قلت ما قبل بالشيء شرط تستعملهم ونفس الاستعمال اللي استعملتوا هنا كان بزاف استعمالات كل واحد وكيفاش يستعملهم المهم نجم تدير في بالك ولهذه الادات تقدر تنقص عليك الوقت كان معكم هني ابراهيم من فيزيو ستوديو سلام